أحمد الشيذان يقول ما دلالة استخدام واسمعوا في الآية الكريمة ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسق أولا المعنى المعنى أي وأطيعوا واتقوا الله واسمعوا أي واتقوا الله وأطيعوا واستعملت هذه الصيغة هي الأمر من السمع لأنها تناسب مقام الحكم الذي تقدم بيانه وهو مقام الشهادة الشهادة يناسبها السمع ولذلك فالذي خص هذا الموضع بالإتيان بصيغة واسمعوا بعد الأمر بالتقوى هو مناسبتها لمقام بيان أحكام الشهادة أو الإشهاد في الوصايا إذا انقطع المسلم ولم يكن معه إلا غير المسلمين من أتباع أي دين آخر فاستشهدهم فجاءت الآيات في السياق لبيان أحكام هذه الحالة فناسبها كيف ترد شهادة هؤلاء كيف تأخذ الشهادة ثم كيف ترد وماذا يطلب من يرد شهادتهم فالأحكام الشرعية فيها تدور حول قبول الشهادة وردها وقبول شهادة منهم أوثق منهم من الشاهدين الأولين فناسب ذلك استعمالوا لفظي واسمعوا والله تعالى أعلم